حضرتك بتتكلمي عن الوعين المتابعين خلينا نتفق ان احنا شرائح اجتماعية مختلفة وثقافية مختلفة خلينا نقول حاجة كده سهلة الناس في البيت بينصحوا بعض لما يلاقوا فيه العثمة ولا تأخر في الكلام ونزيل حضانة خليه احتكب اطفال ما علشان طول الوقت محدش بيكلموا علشان قاعد بيتفرج على التليفزيون حال دي حاجات فعلا ممكن تساعد الطفل ان هو يكتسب بمهارات لغوية وكمان ان هو يبقى عنده مخزون يقدر يستخدمه رايح جاي مش يبقى بس متلقي وبيخزن الكلمات فقط لغير شوفي يا حضرتك لمستي جزء يعني حساس جدا وخطير جدا هي الفكرة انه مش انه يروح المكان الفكرة آلية يعني التواصل وتحقيق الاهداف في المكان يعني هاولها ديك على حاجة هاديك بتقولي انه ينزل حضانة مفيش مشكلة بالفعل وجوده وادمجه وانخراطه مع الاطفال اكيد رح يكون عامل مؤثر ولكن مين اللي بيرائب ده مين اللي بلاحظ ده مين اللي بتفاعل مع ده لانه احنا عادة بنقول انه هو ملوش علاج ده اكيد وده شيء متعرف عليه ولكن التدخل مبكر مهم جدا بآليات صحيحة وبآليات مكثفة مع ناس متخصصة وده شيء خليني يعني من المكان ده اقول انه كل مكان في تواصل اجتماعي في الفترة الحالية ومع تطور الزمن دلوقتي وظهور التوحد بشكل اعلى لابد ان يكون متخصص في المكان فانا عندي عنصرين مهمين جدا بيأثروا في تطور طفل التوحد وتقدمه اول حاجة وعي الاسرة وفهمها لطبيعة الحالة وبسرعة تدخل المبكر بالاضافة الى وجود متخصصين في الاماكن اللي بتحقق الدمج سواء مدرسة سواء ان الطفل بيروح في مراكز معينة في بعض الاحيان اسمحولي في بعض المراكز المتخصصين فيها بيتعاملوا بقاليات غير مجزية بالنسبة للاطفال فاحنا لازم نتأكد ان الشخص اللي بيتفاعل مع طفلي وبيقدم له الخدمة لازم يكون متخصص في الموضوع حالة تتعاملي وكأن احنا اكتشفنا واقرينا ان الطفل متوحد انا بتكلم في البداية خالص لسه واحنا بنكدب نفسنا مش عارفين الناس لما بتقول انزلي الحضانة حضانة بتقولين ان ده ممكن يفرق التواصل بس هل ده بيفرق دايما في حالات بالاجاب ولا ممكن الطفل بيلاقي الناس حواليه بتتعامل معاه وهو مش عارف يتواصل فهيبتدي تقوقع جوا نفسه اكتري بالسلب مش بالاجاب ما انا هقول لحضرتك هو حضرتك بتقول ان هو هينزل الاكتشاف المبكر عمره ما بيكون من خلال وجوده في البيت لوحده ما هنا يعني انا ليه بقول وجود متخصص يعني اسمحيلي وجود المتخصص اكيد بيحطنا على المصاري الصحيح في البداية لكن عدم وجود المتخصص بيدي فرصة لناس كتير جدا ان هي تدي افتراضات وتدي اقتراحات بالعكس قد تؤذي الطفل وادخله في مجال الصحيح فانا وجود المتخصص اساسا بيساعد بشكل كبير جدا على ان انا اكتشف حقيقة الامر الاكتشاف عمره ما بيكون من خلال العيادة بس والطبيب عشان نكون برضو ايه نحط الامور في سياقها الصحيح اللي بيخليني اشخص التوحد ثلاث عناصر مهمين جدا طبعا اول حاجة الاسرة وان الام بتلاحظ انه في اختلاف ما بين لو هي عندها اطفال قبل كده هتلاحظ الفرق والاختلاف لو ما عندهاش اطفال وهي عندها وعي هتبدأ تلاحظ حاجات مختلفة طيب هي طبعا مش هتشخص بس هي مجرد انها بتحس انه في حاجة مختلفة انا عشان ما ادخلش طفلي في دكتور وي وي يعني من الفترة الاولى زي ما حديك تفضلتي طيب ما انا ازله مع اقرانه اللي هم من نفس الفئة العمرية اللي هو فيها وابدأ الاحظ من خلال المتخصص اللي احنا بنقول يكون موجود في المكان وابدأ اقول هل فعلا ابني محتاج يروح لطبيب مخواصة او طبيب نفسي اطفال لانه هم دول اكتر اتنين اللي بيدون النصيحة الطبية السليمة والصحيحة من هنا بقى هتبدأ مراحل التأكيد على انه طفلي فعلا داخل في مشكلة التوحد او مرض التوحد وابدأ اشوف ما هي البرامج اللي هبدأ اتفاعل معها وهو فين وفي اي مرحلة وتصنيفه فين بالزرعة